ترأس محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع اللقاء المؤسع الذي عقد بمبنى مديرية صيرة وضم عبد الحكيم الشعبي مستشار المحافظ لشؤون المديريات ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو واستهل محافظ عدن أحمد سالم ربيع اللقاء بكلمة استعرض فيها جهود قيادة السلطة المحلية في المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية كهرباء بياه صرف صحي ونظافة وبجهود ذاتية ورغم عدم موازنة تشغيلية للمحافظة مؤكدا أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع خلال العام الجالي ومنها رصف عدد من الشوارع والإينارة بالمديرية وكلها بدعم من المنظمات المانحة وأبرزها منظمة اليونبس وحث المحافظة سالمين المشاركين في اللقاء إلى بذل أقصى الجهود وإبداء روح التعاون لخدمة المديرية وتعزيز جهود السلطة المحلية في المديرية لتوفير الخدمات الأساسية وفي المقدمة توصيل مياه الشرب لكل أحياء مديرية صيرة خصوصا المناطق المرتفعة في شعب العدروس والخساف وغيرها من جانبه جدد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو حرص إدارة المديرية في توفير خدمات البنية التحتية لسيما في الخدمات الأساسية كما استعرض المهندس وليد الصراري المشاريع التي أنجزت في المديرية كرصف الطرقات وحديقة صيرة والمشاريع الجاري تنفيذها والتي هي في طور التنفيذ كمشروع ترصيف مياه الأمطار بمنطقة المرسابة